في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة صوت غالبية مجلس النواب الأمريكية على عزل رئيس المجلس كيفين مكارثي ليصدر بعدها مذكرة تنص على اعتبار منصب مجلس النواب الأمريكي شاغرا المجلس صوت بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 أصوات لصالح المذكرة الذي طرحها النائب مات جيت عن ولاية فلوريدا التي أسماها جيت باقتراح إخلاء وشمل التصويت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب لصالح عزل مكارثي وفي أول تعقيب على قرار العزل دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المسارعة بانتخاب رئيس جديد للمجلس وذلك بحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه الجمهوري في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن انتقدوا تمريره لاتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي وسبب هذا الغضب العارم الذي أثاره هذا التعاون هو أن المحافظين المتشددين اعتبروا أن مكارثي حرمهم فوسط فرض تخفيضات هائلة في الميزانية الأمريكية وبالمقابل رفض الديمقراطيون إنقاذ مكارثي من التصويت على عزله والذي يتهمونه بالتراجع عن اتفاقات أبرمها مع إدارة بايدن والأسيما بشأن مستوى الانفاق في الميزانية الفيدرالية وستؤدي الإطاحة بمكارثي إلى توقف النشاط التشرعي في مجلس النواب بينما يلوح في الأفق موعد نهائي آخر لإغلاق الحكومة في السابع عشر من نوفمبر إذا لم يمدد الكونغرس التمويل